وفي هذا الصدد أكد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستينو أن الهدف من طرح ورقة العمل الخاصة بتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي هو من أجل إرساء شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون المسؤول الأوروبي أوضح خلال الإيجاز الصحفية اليومين للمفوضية الأوروبية أن هذا التعاون يأتي ضمن عوامل أخرى بالنظر إلى المجريات الجيوسياسية الحالية مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يكون أقوى مع الشركاء وإننا مع شركائنا نمثل معا 20% من الاقتصاد العالمي ونصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيرا إلى أن توجد مجالات أخرى مشتركة مثل المناخ والتحول الأخضر والطاقة